اشتركوا في القناة اذن حادثة الاعتداء الأليمة بالعنف الشديد على أستاذ ممعد الزهرة من قبل التلميذ والتي أسالت كثيرا من الحبر بحثت فيها الأخبار وعن أسباب تفشي العنف في الوسط المدرسي والحلول الممكنة للحد منه رصدنا آراء الأولياء وقدم مختصون في علم الاجتماع وعلم نفس الأطفال تحليلهم للموضوع في هذا الروبرتاج نتابع سلوكات المنافية لقواعد الحياة المدرسية أو المؤسسات التعليمية أثرها سلبي على العائلة والإطار التربوي وعلى التلميذ نفسه سلوكات عنفة تعود بالأساس إلى غياب الرقابة والعناية والإحاطة بهؤلاء الأطفال وإلى عدة أسباب أخرى أصبحت المؤسسة التربوية غير آمنة للناس الكل سواء كان للأطفال وإلا للمربي وثانيا التردي من الأداء من المؤسسات التربوية منذ عشر سنوات أفقدت للمدرسة دورها التربوي أصبحت مدرسة تعليم وتلقين فقط أطفال إمتعنا في عزلة شديدة لم يكن حوار مع المؤسسات التربوية لم يكن حوار مع العائلة وهم موجودين مع أنفسهم أمام شاشات وأمام وسائل الاتصال التي تفتح على عنف جيد شديد علم الاجتماع أعتبر أن العنف ظاهرة يشترك في تنامها جل المتدخلين ما يتطلب مراجعة شاملة للمنظومة التربوية الجميع فاعلون في بناء ظاهرة العنف والجميع متضرين من ظاهرة العنف هناك خطر يتهدد مجتمعنا يغول العنف قاعد يتفشى ويتقدم ولا يدخل فيه التقاليد السلوكية وهو أمر خطير الشارع فضيع اليوم لأنه الشارع متروك للمجهول متروك للعصابات متروك لمن يستفيد من هؤلاء الذين تهمشهم العملية التربوية ولا يجدون أي أطر أخرى بديلة الأولياء الحلقة الرئيسة في الموضوع اختلفت أراؤهم وطلبوا بضرورة حماية المؤسسات التربوية لازم فهمة بوليسية وفهمة أروا شيء كبير وليس أنسان ما عاش بتهني الكبير اللي عاش صغير الباران عنده دور الباران يلزم يربي أولاده ويعلمهم الأدب وش بيش نقول لك هنا صاعات الأولاد هم يتبع بعضهم ما اليخر خمس تاسباه روها العشرة متعلي كيف شيراق بول المؤسسة زيدا التواكيمة لهنا ما فهميش حتى العساس حتى شيء لهنا مترقاش حتى أنا مرة الأخرى جيت بشنيخو بي الولدي تفل داخل بسكينة لهنا تفهم فيه؟ داخل بسكينة لهنا أي تلمي الأستاذ يتفهم يتفهم نفسية التلميذ فمتى زيدا حتى هم زيدا رامت لهم ذا عندهم ساعات عندهم مشكل في ديارهم عندهم كذي ماذا بيهم شوية يرعيوهم هكا يفهمهم شوية إذن مسؤولية مشتركة بين العائلة ومؤسسات الدولة والمجتمع ما دفع أهل الاختصاص إلى المطالبة بإطلاق حوار حول التعليم والمنظومة التعليمية لحماية المؤسسات التربوية ومحيطتها وبإمكانكم مشاهدين متابعة هذه النشرة والمزيد من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية شكرا على المتابعة سهرى طيبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر